وظائف المستقبل القريب أكثر ما يخلق الناس اليوم وسط دراسات كثيرة تحدد نوع الوظائف التي ستندثر والتي ستنشأ في المقابل إلا أننا اليوم أمام مسألة مختلفة وهي الوظائف التي تحتاج شهادات جامعية في حين أنها ستكون ذات دخل مربوك بسبب ندرتها أبرد هذه الوظائف نستعرضها في هذا التقليل من البديهي أنك تحتاج إلى شهادات جامعية للحصول على وظائف بدخل مرموق غير أن دراسة أمريكية حديثة كشفت عن ما يناقض هذه البديهية في العقد القادم إذ ستحظى عشرون وظيفة برواتب عالية وستكون المتطلبات العلمية للحصول عليها شهادة الثانوية العامة أو حتى أقل ومن هذه الوظائف ميكانيكي الآلات الصناعية ويقوم العاملون بهذه الوظيفة بتركيب وفك وصيانة المعدات والآليات الصناعية ليس فقط العمل مع الأجهزة هو المطلوب في السنوات القادمة بل أيضا سيكون لعمال البناء نصيبا في التمتع بالحصول على دخل عال ويقوم هؤلاء ببناء الأسطح الخرسانية وأرضية المباني والطرق والأرصفة والسباكون أيضا والذين يقومون بتركيب وإصلاح أنظمة الأنبيب التي تنقل الماء أو الغاز أو أي نوع من السوائل موظف التسويق والذين يقومون ببيع البضائع وتسويقها من المصانع إلى التجار والشركات ولا تقتصر هذه الوظائف على الأعمال ذات الجهد البدني بل أيضا تعتبر مهنة الأشخاص الذين يجرون المقابلات في البنوك لإعطاء القروض واحدة من عشرين وظيفة محظوظة إذ يقوم هؤلاء بمراجعة أوراق القروض وتدقيق المعلومات إضافة إلى مديري الخدمات الغذائية سواء في المطاعم أو حتى المعامل التي تقوم بتصنيع الأغذية وتوزيعها ولن ينسى سوق العمل القادم مدربي اللياقة البدنية الذين سينالون مرتبات جيدة فيما سيأتي من الزمن ويقومون بتدريب مجموعات أو حتى أفراد على التمارين الرياضية دراسة جديدة ربما تجعل البعض يتوجه للتمكن من هذه المهن للحصول على عيش كريم في المستقبل بدلا من أن يكرس وقته للتحصيل العلمي وينضم إلينا من سدهاتنا في عمان الخبير الاقتصادي مازن رشيد أهلا بك أستاذ مازن عبر سكينيوز عربية اليوم وظائق في المستقبل تطرح سؤال هام جدا نظم التعليم الرائدة والمتبعة اليوم في العالم سيعاد النظر بشأنها أم اليوم هناك أهمية تنمية القوى البشرية في المجتمعات الوصولة تلبية حاجات الأسواق وأسواق العمل في المستقبل نعم نحن بطبيعة الحال تعودنا خلال كل عشرين عام تقريبا يكون هناك احتياجات جديدة في أسواق العمل طبعا بالتوازي مع التطورات التي تحدث أيضا في المجال التقني والتكنولوجي ذكرت الآن في التقرير عدد من الوظائف المستقبلية لكن أنا كمان بشوف هناك أيضا وظائف مستقبلية مرتبطة بهذا التطور والتطور العلمي والتكنولوجي بطبيعة الحال ليس هناك حاجة مثل ما ذكرت في سؤالك أن يكون هناك تعليم أكاديمي في الجامعات بطبيعة الحال من الممكن على الشخص أنه يقوم بتثقيف نفسه يكتسب مهارات محددة يقوم بتدريب نفسه على مهارات محددة من أجل طبعا تقديم نوع من الخدمات سواء كانت عبر الإنترنت هذا السؤال اليوم لن نعود بحاجة لتأهيل الأجيال الشابة وتسليحها بالأدوات والمعارف التقليدية كما حصل في جيننا أو في الأجيال السابقة لا هلأ أنا أشوف يعني لا يمكن إلغاء جزء مهم في العملية التعليمية سواء كانت في المدارس أو في الجامعات ستبقى هذه الجامعات موجودة بطبيعة الحال لأنه أيضا تقوم بتخريج مجموعة كبيرة من التخصصات التقليدية الطب والهندسة المعمارية وغيرها لكن أيضا في نفس الوقت لا يمكن إلغاء بأنه هناك أفراد ومجموعات كبيرة سوف تستفيد من الثورة التقنية والتكنولوجية الموجودة التي تتطور يوما بعد يوم مثل خدمات خصوصا في قطاع الخدمات تحديدا نتحدث مثل الأستاذ أونلاين شخص يستطيع أن يكتسب مهارات محددة في حق المحدد علمي في الاقتصاد في الاجتماع طيب أستاذ مازل مبرمج العاد كمبيوتر لن يجد صعوبة اليوم في الحصول على وظيفة ولكن هناك مزاحمة في القطاع الطبي التقني أيضا كما تحدث عن الذكاء الاصطناعي وكل من يذهب اليوم إلى هذه الاختصاصات لن يكون السوق بحاجة إليه طبيعة الحال يعني دائما كلما كان هناك طلب في السوق سوف يتم هناك تخطية لهذه الاحتياجات في السوق طبيعة الحال تحدثنا عن الأمور التعليمية هناك طلاب دائما يقوموا بالتخرج من الجامعات بحاجة إلى تثقيفهم أيضا في الأمور التعليمية من خلال الأستاذ أونلاين هناك مثلا المهندس الطبي يعني هذا المهندس الطبي يرى بأنه هناك أجهزة طبية بحاجة إلى أمراض محددة كالسكر والضغط فيقوم بعملية إبداعية تكوين أجهزة جديدة في هذا الحقل الطبي المتخصص هناك فيما تعلق ذكرته في التقرير كوتشينج شيء مهم جدا فقط عليه أن يتعلم الأمور الأساسية فيما تعلق بالكوتشينج تدريب اللياقة البدنية وغيرها نفس الشيء فيما تعلق بالصحة والتغذية كوتشينج في الصحة والتغذية ليست بحاجة إلى أربع سنوات من التعليم الجامع قبل أن ينتهي وقتنا هل ستتراجع وظائف اليوم وتغييب أمام وظائف يعني لا نعلم اليوم ما هي متطلبات أسواق المستقبل مع هذا التطور السريع والقياسي نعم يعني شركة مثل أوبر مثلا من كان يتوقع بأن مثل هذه الشركة تزاحم الشركات الكبرى فقط فكرة بدأت بالانتشار بين مجموعة صغيرة لحظنا بأن الطلب على النقل تحديدا في العالم وفي منطقتنا العربية أدى إلى خلق شركة ناجحة من خلال فكرة طبعا لها طلب في السوق نفس الشيء المهارة الإختراع الإبداع قد تساعد أيضا الأجيال الحالية في الاستفادة من الثورة العلمية والتقنية وينتقلوا إلى مرحلة جديدة في سوق العمل بدلا من الاعتماد على التخصصات الجامعية التي تعودنا عليها في الماضي وأصبحت مشبعة بشكل كبير خصوصا في منطقة الشرق الأوسط الإختراع هو الذي سوف ينقل هذا الجيل إلى أجيال أخرى ولحظنا بدأت هذه الأمور الحقيقة تظهر على أرض الواقع في السنوات الأخيرة الماضية الخبير الاقتصادي مازل نرشيد كنت معنا مباشرة من سيديوهات سكاينيوز عربية في العاصمة الأردنية عمان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر